السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بحضراتكم مع درس جديد من دروس تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هنكمل في باب صفات الحروف تكلمنا في الدروس الماضية عن الصفات التي لها ضد وابتدينا إن شاء الله في الصفات التي ليس لها ضد الصفات التي لها ضد قلنا أنهم عشر صفات عشر صفات الصفة وضدها الهمس وضدها الجهر الشدة وطس وضهم الرخاوة الاستعلاء وضده الاستفال الاطباق وضد صفات الاطباق الانفتاح الاذلاق وضد الاذلاق الاصمة دون عشر صفات في عند الصفات التي ليس لها ضد سبع صفات سبع صفات إيه هم الصفير اللين القلقلة الانحراف التكرار التفشي الاستطال إحنا في الدرس الماضي تكلمنا عن صفة الصفير وعن صفة اللين صفة الصفير قلنا لها ثلاث حروف وقلنا يا جماعة ان الصفات التي ليس لها ضد بتكون خاصة ببعض الايه ببعض حروف الهجار قلنا سين صاد زاي تلاث حروف اللين حرفين الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما اللي هم ايه اللي هي اللين وواو اللي هو حرف ايه حرف اللين النهاردة ان شاء الله نتكلم عن ثالث صفة وهي صفة القلقلة يعني ايه القلقلة القلقلة هي اضطراب في المخرج عند النطب الحرف لشدته وجهره بيحصل اضطراب في المخرج بتاع الحرف ده اللي هي حروفه قاطب جد خمس حروف بسبب ان الحروف بتاعة القلقلة حروف فيها شدة وحروف فيها جهر صفة الجهر اللي هي عكس مين الهمس وضده وضد الهمس الايه الجهر طيب حروف الهمس فحثه شخص سكت طيب الخمس حروف اللي هم قطبوا جد فيه اللي هم حروف الايه الجهر طيب الهمس جريان النفس الجهر انحباس النفس يبقى اضطراب في المخرج عند النطق بالحرف لان فيه جهر يعني فيه انحباس لمين انحباس للنفس لما نقول هو من حروف الشدة السبب التاني ان احنا بقوله هو لشدته وجهر طيب قلنا الجهر خلاص انحباس النفس هنا لشدته يعني فيه انحباس للصوت الشدة اللي هي حروفه اجد قط بكت فتلاقي ان الحروف اللي هم قطبوا جد من حروف الشدة ومن حروف الجهر ففي الاتنين بيحدث انحباس للصوت وانحباس للنفس وده السبب اللي بيجعل اضطراف في المخرج عند النطق بحرف الحروف من حروف القلقل لانحباس النفس والصوت يبقى القلقلة اضطراف في المخرج عند النطق بالحرف بسبب شدته وبسبب جهره شدته علشان الصوت جهره علشان الحروف بتاعي تلقى القلقلة خمسة مجموعة فيه قط بجد خمس حروف القاف والطاق والباق والجيم والدال اي حرف من الحروف الخامسة دول لو جي ساكن سكون اصلي لو جي ساكن ايه سكون سكون اصلي اصلي ده بيبقى شكله ايه في القرآن بيبقى شكله ان الحرف الجيمة ايه او الباق مثلا ايا كان بتلاقيه على رأس الحق كده ده كده اللي هي علامة السكون في القرآن اللي احنا شرحناه قبل كده فبتلاقيه الحرف ساكن سكون ايه سكون اصلي فيه القلقلة تمام السكون العرض ان بيعرض عند الوقف فبتيجي الكلمة نهايتها حرف من الخمس حروف دولا فحضرتك لما انت بتوقف بتسكن العرب لا تقف على متحرك انها بتوقف على ايه ساكن السكون ده يخلي اسمه سكون عارض بسبب مين بسبب الوقف ففي الحالة دي برضو حضرتك تقلقى المين تقلقى الحرف ده وهو بيحدث له الطراب في المخرج شوف كده نجيب لك ان انت في الساكن السكون الاصلي بتلاقي القف على رأس الحق الطاق على رأس الحق كده زي ما انت شايفه الباق الجيم الدال لما تيجي تبص على السكون العارض اللي حضرتك بتلاقي الحرف متحرك حرف ايه متحرك بس انا وقفت ففي الحالة هقول الحق 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 هه اهو اللي هو القاف انا وقفت على طابل هي متحركة بفتحة او متحركة بضم ايا كان انت حضرتك لما توقف هت ايه هتسكن اللي بدأ اسمه سكون ايه عارض الكتاب الباق هي متحركة بس لما وقفت عليها اصبحت ساكنة سكون عارض حديد الدالة ها الدال دي ليه لان دي متحركة احنا الحرف اي حرف خمسة لو متحرك مفيش فق القلة حديد محيط الطاء البروج الجيم يحدث ايه فيها القلقلة بسبب ايه الوقف العارض يبقى سواء كانت السكون ده بسبب وقف عارض او سواء كان السكون ده بسبب انه سكون اصلي في الكلمة في الحرف نفسه ففي الحالة دي حضرتك بتعمل ايه بتقلقله دي يبقى دمعانا صفة ايه صفة القلقلة عايزك تعرف ان هي مجموعة في الحرف بتاعتها قاطب جد خمس حروف سكنين سكون اصلي او سكنين سكون عارض حضرتك بتقلقله معنى انقلقهم يعني بيحدث الطرف في المقرج لايه بيحدث الطرف في المقرج عند النطق بسبب حكتين ان الحرف الحروف بتاعت القلقلة حروف فيها شدة يعني حروف فيها انحباس للصوت وحروف جهرية يعني حروف فيها انحباس للنفس وده سبب مين القلقلة وده سبب صفة القلقلة هنبص كده مع بعض في المصحف علشان نطبق صفة القلقلة نبص كده مع بعض في صورة الإخلاص قل هو الله أحد خلي بالك احنا لما وقفنا هنا الدال متحرك شايفها عليها الضم هي يعني متحركة بضم لما احنا وقفنا عليها سكناها سكنا الدال فأصبحت مقلقلة أحد الله الصامد دال لم يلد خلي بالك هنا دي دال ساكنة سكون أصلي على رأس الحق لم يلد ولم يولد برضو هنا ساكنة سكون أصلي يعني حضرتك سواء انت هتقف هنا أو هتوصل حضرتك انت هت ايه هتقلقل مين هتقلقل الدال ولم يكن له كفوا أحد دي متحركة لما وقفنا عليها أصبحت ساكنة فأصبح في الطرف في المخرج علشان هو حرف شديد وحرف ايه وحرف جهري عندي في صورة الفلق قل أعوذ برب الفلاق شوف الفلاق الفلاق القاف علشان ساكنة سكون عارض هنا لما احنا وقفنا انما لو انت حضرتك ما وقفتش ووصلتها بالحركة بتاعتها ما بقاش فاقلقل قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب احنا هنا قلقلنا بس في الباء انما كل دحنا وصلنا طب انا وقفت هنا من شر ما خلق قلقلته ومن شر غاسق إذا وقب انا قلقلت الباء بسبب السكون اللي هو الوقف السكون بسبب الوقف ومن شر النفاثات في العقاد الدال ههه قلقلنا ومن شر حاسد إذا حسد الدال برضو قلقلنا عندي هنا في صورة المسد تبت يداء بلهب وتب الباء هه حصل فيها القلقل علشان هي علشان هي ساكنة سكون عارض بسبب الوقف ما أغنى عنه ماله وما كسب الباء هه قلقلنا سيصل نارا ذات لهب باء قلقلنا وامرأته حمالة الحطب هه قلقلنا في جيدها حبل من مسد شوف هنا الباء على رأس الحق اللي هي علمت السكون اللي احنا قلنا حرف ساكن سكون أصلي يبهب فيها القلقلة برضو الدال هنا لما احنا وقفنا عليها في الحرف المتحرك أصبح هنا سكون بسبب الوقف بسبب الوقف العرض إن شاء الله نتقع لخير في دروس قادمة أسأل الله الكريم الحليم من فضله أن ينفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة طبتم يا أهل القرآن ونلتقي دائما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته